السلام عليكم ورحمة الله وبركاته هذا الحاسب يحمل اسم الاسوس ROG Mothership حاسب مخصص للألعاب لكن بمفهوم جدا جدا مختلف عن بقية الحاسبات من نفس الفئة نعم بامكانك القول انه مقتبس من خلال السيرفاس برو لكن مواصفات جدا جدا خارقة نعم راح يكون صعب من ناحية ترقل لانه 4.7 كيلو جرام و 29 ملي متر لكن صدقني يسوى لانه هذا الحاسب راح يقدمك لوحة الفاتيح بامكانك فصلها عن هذا الحاسب او وصلها بشكل مباشر من خلال الاسنان الخاصة بها واللي راح يتم اتصالها بشكل تلقائي زايد انه بامكانك طي لوحة الفاتيح فهذا الخير ايضا راح يكون موجود وايضا بامكانك عرضها بحيث انها تكون مريحة جدا من ناحية كتابة او بامكانك اتصال من خلال الحاسب بدون وصلها فهذا ايضا من خلال تقنية الويرلس بنطاقة 2.4 كيك هاتس او وصلها من خلال يسبي تايب سي او اذا انك لوحة الفاتيح خارجية ما عندك ايضا مشاكل بامكانك الاتصال اضف على ذلك انه كل المحتويات الخاصة من ناحية الاسس دي وغيرها موجودة خلف الشاشة فهذا يوفر تهوية افضل انه موجودة تهوية من الجوانب من فوق ودخول الهواء من خلف المسند عندك مروحتين وايت بايب او ثمان انابيب من ناحية اتصاله بشكل مباشر من خلال السي بيو والجي بيو في ابعاد الحرارة هذا ايضا راح يكون موجود فالشي اللي شد انتباهي انه عندك ثلاثة ايوة ثلاثة من الاسس دي بتقنية الان في ام اي على الريد زيرو اثنين منهم متصلة بشكل مباشر مع السي بيو وهذا يعطيك باندوست جدا 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 سريع والمعالج على فكرة المستخدم هنا هو الكور اي ناين ثماني لاف تعمية وخمسين ايش كاي وهذا معالج مفتوح من ناحية السرعات بحيث انه ممكن توصل الى 4.8 جيجا هيرتز ونعم هذا الحاسب يستخدم الكرت الشاشة الخاص بالحاسبات المكتبية الار تي اكس 2080 8 جي بي طبعا جي دي دي ار ستة فهذا ايضا موجود بيمكنك رفع الرامات الى 64 جيجا باي دي دي ار فور بترددات تصل الى 2666 ميجا هيرتز وحيث ما ذاكرت شركة اسوس انه نعم بامكانك الوصول الى الرماد والوصول الى السعادة التخدينية بدون اي مشاكل فهذا خيار ايضا موجود اذا كنت من اشخاص اللي يحب ويعشق مسألة الار جي بي فانت عارف اسوس يعني محتاج اقول لك لانه الار جي بي موجود في كل مكان حتى انه معلوح الفتح في كل زر حطولك ار جي بي لعبة تيح من خلال تجربة بسيطة جدا انكد اقول انها ذكرتني بسيطة زيفرس المكان متقد فاره هنا ممكن ناس تنتقده لكن راح يكون فيه طبعا حقيبة دي الظهر راح يكون فيه ايضا فاره خارجية بامكانك استخدامها مع هذا الحاسب مجانم اذا شريت هذا الحاسب ما عندي معنوات على السير امارة فلا تسألني لانه ما عندي اي معنوات وايسوس ايسوس حبت تدللك اكثر بحيث انه اعطتك واي باي اي اكس اللي هو اسرع بكثير من اي سي اذا كنت تسأل من يعني ثمامية وسبعة وستين ميجا الى الفين واربعمية ميجا وعطتك بلوتوت خمسة بات سفر يلا خدها معك ما عندك اي مشاكل فكب هالتقنيات اللي انت بغاها موجودة مع هذا الحاسب لا 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 مو بس كده اذا حبيت يعني اذا حبيت اعطوك اربع سماعات موجودة باسفر الشاشة ومكان الامتل بكو تاكيد كل سماعة اربع واط بامب خاص وعندك 3.5 متر ما عندك اي مشاكل راح يدعم لك الهاي فاي داك انبسط ما عندك اي مشاكل وحتى بمنافذ احسن وفيها بشكل رائع جدا جدا رائع الشركة حسما ذكرت لانه راح يكون في اس بي تايب سي اس بي تايب سي اللي شفت هنا ثاندر فاط صفر عندك اس بي تايب سي جين 2 الجيل الثاني طبعا وعندك اس بي 3.1 الجيل الاول الهدتش دي ماي 2.0 الثلاثة فاط خمسة من متر واللي يكون معاها المايكروفون ايضا منفذ للشبكة وقارئ للذاكرة وطبعا الطاقة راح يكون من خلال ٢٨٠ واط طبعا حطولك الكاميرا في المكان الامثل ونعم اذا عملك الويندز هلو فبرضو يعني هذا الشي كويس والشاشة لا تخاف لا تخاف ابدا لا تخاف عندك 17.3 انش هذه الشاشة IPS هذه الشاشة تعطيك اصار جي بي مئة بالمئة فمناسب للمونتاج وايضا في مساء الصور في الديهات وهذه الشاشة راح تعطيك ١٤٠ هس وثلاثة اجزاء من الثانية وتتعملك الجي سينك كله باكج واحد موجود عندك من خلال هذا الشاشة المجنونة بدقة طبعا ١٠٨٠ بي فحاسب خارق حاسب بامكانيات جدا عالية بفكرة مذهلة جدا ومتشوق تماما لاستلام نسخة من هذا الحاسب وعم المراجعة الشاملة يهمني اشوف هل في مسألة السماك الخاصة مع القوة الخارقة وخاصة سي بيو والتي بيو هل فيكم في اداء غير مستقر هذا الشيء اللي انا اطلع عليها لكن الانطباع الاولي الشيء مجنون جدا 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 مجنون ولي انتوش رايكوا مشاركو برايكو في هذه التعليقات اذا عجبك فيديو اضغط على زر لايك واذا ما عجبك اضغط على زر لايك اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة